اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليش أعطي هالأهمية لوحدة ما بيطلع بإيدها تعمل شي غير الأكل وعم قارن حالي فيها بكفي إنه أنا عندي شغل أحسن من شغلة بمليون مرة ما نبي حاجة لأسمة هالشي لحدا وتحديدا إليك انت سومه لك مين مفكر حاله انتي ما عندك علم إنه هالشي مهم كتير انت هيك من وقت ما كنت صغير بس أنا تجاهلت كل شي ومشيت معاك بس هلا عم تتجاوز حدودك عم تحاولت بعدني عن مطعم بريه ولا لا تكون عم تورجيني إنك غني كتير بكفي لهون وبس ومعد بدي شوف وشك ولا بقى تحلم إني حاكيك بعد كل اللي عملته ما فيني أتركك مشان جدي إيه بسمع هيك مستحيل نام معك عم خدي وحدك خلاص عم تشرب كتير بهالفترة لا تعمل هيك الحياة ما لها مش عم كما لك مفكر بترجعك يا إبني لا تعزب حالك كل هالقد طيب فكر فيني حاول تفهمني ما فيني شوفك هيك ما فيني إبني بترجعك وقف شرب بقى لازم تسيطر على حالك وعلى حياتك بابا بعرف أنك عم تسعل لما تشوفني مزعوج أنا آسف خلاص لما كون بدي يشرب بشرب بغرفتي لأنه ما بدي تضايق بسببي وماك حق لما قلت أن الحياة مو بشعة كتير فيها بشعة من هيك أنا ما عادت مسيطر على حياتي والمشروب هو الشي الوحيد اللي بريحني لا شرفان فيه شغلات تانية بس حاول إنك تشوفها ما لازم تيأس رح تلاقي حلولة ريحك من هالوجع بس بترجعك لا تستسلم طيب قل لي شو الحلول بقل لك يا هل بس لما تكون قدران تسمعني وتفهم علي ماشي بس لما تكون قدران تسمعي بس لما 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 تسمعي لسه ما اجه وليش لا حتى دقله؟ هيك بيحس اني مهتمة فيه ليش لا اهتم؟ يصطفل اشتركوا في القناة ممتاز صحيح تأخرتي بس بالاخير عرفتي مكانك لو بالصح اللي انا كنت نيمتك برا بس عادي اليوم رح نام مرتاح اتخذ انت رح تنام عالكنباية وانا رح نام عالتخذ ما رح نام عالكنباية لك انت عايشة بغرفتي هلا وجاية تقليلي انا وين لازم لا تنسى اني مرتك وعندي نفس حقوقك بكل شغلي بها الغرفة واتخت منن استازمالهوترة ما بهمني انا رح نام عالتخذ ما بهمني وفي شي تاني لا تحلم بانه هداك الحكي الوسخ اللي قلته لرفيئك رح يخليك بعيد عني بتمنى تفهم علي موسيقى يا مادام شغان مالهوترة بس يكون بعلمك مكياجك وعمليات تجميل كلها ما بيخلوك تعجبيني اني لهيك بتمنى انك تحيل افكار من راسك انا بحب كل شي طبيعي مو كيف مكان شو رأيك قبل ما تشخر تقوم تطفل قضوية لأ أنت طلعت عن جد بتشخور شو هلقرف هاد موسيقى موسيقى مظبوط إزا عقله برجله وإيه بدي يكون قلبه وحد يبلغ أحساس موسيقى 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 بس عن جد في حدا عائل بيرسم على رجله ما تخيلت تكون بهالشنال موسيقى اه موسيقى امتا؟ انت ليش بتشرب كتير؟ وبتخلي العالم تذكرك بكل شي؟ انا ما بدي اي شي منك، ماشي؟ اكيد، ابوك ياللي بيعطيك كل شي ايه؟ ذكرت؟ كيف انا بدي ينسى سخافتك؟ لهيك يا ريت الظلم تذكر كتير منيح انو نحنا متزوجين حقوقي متل حقوقك بكل شي إلك بهالبيت سومان، يا ريت تشيلي هالافكار من راسك؟ انتي مجرد ضيف، كتير تقيل بهالبيت وعم بيحاول وميسيطر على كل شي بحياتي وشو قلتي هداك اليوم؟ قلتي انك رح تنهي هاد الزواج؟ خلاص روحي هلأ، وبترجعك يتركيني لانه رح ضل متل ما انا، ومستحيل اتغير مشانك انت هلأ عم تورجيني انك شقفة ولد مدلة وبياخد كل شي بالدقية من ابو وبيعمره ما جربشي لحاله بس لا تخاف، انا جربت كتير بهالحياة لهاد السبب بقدر اتحمل هاد الزواج وبتحمل قرفك اه، كلكن جاهزين؟ المستثمر جاي بعد شويها وليهنك، كلشي جاهز نيح افتحي، شكله اجيله تفضل استاذ، اهلين، اهلين بل مقهر استاذ، بصراحة انا بعتلك ايميل من يومين بس ما بعرف اذا حضرتك شفته ايه اكيد، شفته انا متفاجئ منك كيف داك تعملي هالخطوة الكبيرة لانه رح تكون صعبة عليك لحالك فيني اعرف السبب؟ اه، بصراحة انا بس حاب يوسع شغلي اكتر يعني انا بدي مطعم بريا يكون احسن مطعم بكل داله وانه ياخد المرتبة الاولى بكل شي بس لحظة سومان، سمعت انك تزوجت عن جديد ما هيك؟ كنت خايف تتركي الشغل بعد ما تتزوجي لانه اللي بتتزوج بصير عنده كتير مسؤوليات تانية بس انت بدك تزيدي الشغل وتوسعيه بشكل كبير عن جد فاجأتيني انت لساتك ما بتعرف سومان تيواري سومان عنده قوة مميزة قوة سومو وما حدا بيقدر يوقف بيوشي لما استخدم هالقوة لانه هالقوة ما في مثله صح انا متزوجة هلا بس بصراحة هالزواج عطاني حافز وانا ما بستهين بشغلي ولازم كبره ما بدي ضيع هالحافز على فكرة هات حلمي الوحيد وهلأ لازم حققه بتعجبني كتير ثقتك بنفسك فيك تجي بكرة على مكتبي منعود انا وياكي مع رئيس المالية منحكي بالشكليات وشو لازم نعمو اكيد بتشرف شكرا كتير استاذ بتمنالك كل التوفيق شكرا انا ما عبسدق سومو الشغل عم يتوسع بدي اعرف ميني اللي عطاكي كل هالقوة حتى اخدتي هالقرار وقررت انك توسع الشغل في واحد بدي خلي يعرف انه الانسان بينجح بموهبته وطعبه وشغله بهالشغلات منقدر نعمل المستحيل الانسان مو بحاجة مصاري ابوه دعمه لحتى ينجح ويحقق حلمه استاذ شرافان نعم مرحبا انا اسمي منسو خاني انا موكل استاذ رامناث اوه اهلين هو بعثني عندك هلا لسلمك قضيتك الجديدة طيب ترك ملفاك وانا بحاكيك بعدين اعنزناك اعنزناك لانه انت ابوك بعثك مع جامعة اوكسفورد لتدرس حقوق وعملنك شركة قانونية ولهلأ بيساعدك بقضاياك لحتى تكون محامي ناجح يعني لهلأ انت ما بتملك شي خاص فيك تفضل استاذ الاستاذ بوشكار بعتلك هالملف لتشوفه وفي حد يترك لك هالظرف فيك تشوفه هلأ استاذ موسيقى اللعز اشتركوا في القناة بوشكار هلين شرفان؟ ليش ما انا قديت اللي؟ اللي في شي ضروري؟ ايه لك استلم انت قضية من سخلاني بابا سلمني اياها بس عندي قضية تانية كل شي تمام؟ هم؟ مرتاح؟ ايه ما في شي كله تمام طيب انا رح استلم القضية اخي؟ اه اذا فاضي بدي حاكيك بموضوع ايه اللي؟ اخي مبارح كلنا نزعجنا لما شفناكم عم تدخانوا انت و سومو واكتر واحد كان متضايق عم يرام ناث بس بس بابا كان عم يقول انكم رفقات من لما كنتوا ولاد صغار ودائما بتدخانوا وبترجعوا بتتصالحوا لهيك بتمنى انو يصير نفس الشي هلأ هه أي ايه ليك ابوك معوحا يعني انحنا متعودين على الاخناق انت لا تأكلهم واقول الكل انو كلشي صار منيح ماشي؟ بتمنى يا شامان يطلع كلامك انت وبابا مظهور انا بتمنى لك سعادة وبتمنى تضلوا تحبوا بعض انت وسونوا طول لعب لسه ما خلصت تقطيع البصال طيب خدي هيك بيكفي طلع عليها شوفي قديش هنعساني شكله في حدا مساهر ثمان كل الليل اعملي هي كمان اي يلا اهلين بريتي اغتي عم عطلك عن شغلك ما عندي شي مهم بس بكرة عندي اجتماع مهم مع المستثمر لهايك عم جهز كل شغلي شوفي ايوه ولا شي دقيت لك لان احكي شوي ام انت طلعتي ان البيت الصبح بكير وما صح الليله شوفك ولا حاكيك وبصراحة هون ما في شي اتسلى فيه ما بتصدري قديش صعيره عمs طيب ليك بريتي فيك تجي على المطعم امت ما لقابتي حالك فاضى او مال منقضي شوية وقت ومنتسلى سوا وبطبخ لك ببلاش كمان اهههه فكرة سوى حلوى كتير اههما ابتصدرتك فيني اسألك سؤال اي اي فيش مشكلة صعيرة بينك وبين شرافان ولا لا؟ يعني... مبارح دايقنا كتير عليكي بعد ما ريحتي مزعوجة ما في شي تنزعجو بسببو انتي اكتر واحدة بتعرفي انا وشرافان منتخانق كتير نهارنا ما بيبلش بدون ما نتخانق عنجد؟ تعرفي عمي قال نفس الحكي انو طول عمري علاقتكن هي هيك بالاول بتتخانقوا وبعدين بتحلو كل شي معناها ما في داعينا كلامكن اكيد عمك معو حق بكلامه لا تخافوا ماشي كامل شغلك؟ بشوفك المساء ايه؟ طيب باي باي شو هاد اللي عم تعملي سومو؟ مو صح هيك يعني انا ما بعرف شو عم يفكروني العالم بسبب الشرافان؟ اهلين سومان كيف لحتى اجيتي باكير على اساس رح تتأخرين؟ الشغل بالمطعم روتيني لهيك ما في داعي يكون موجودة بيمشي لحاله بس العالة اهم بكتير لهيك اجي طيب بدي تتصلي بكل رفقاتك اليوم حاب يشوفه ولسه في شغله من هلأ انا مسؤولة عن شغل المطبخ لا حالي لا لا بنتي هالحكي ما بيصير عنا ماشي؟ هون الخدم بيجهزوا كل هالشغلات وانا قلتلى لبريتي هاد الحكي من قبل قلتلى ما تحاول تشتغل شغلون ايه؟ وبعدين انتي لازم تهتمي بالمطعم هم؟ انا عمتي ما بدي ياكي تاكلي هم المطعم ابدا لانه انا قبل ما اتزوج كنت اهتم بالبيت وبالمطعم سوا وهون نفس الشي هون ممكن يساعدوني الخدم بالطبخ بس هالشغلة صارت مسؤوليتي من هلأ ورايح هم؟ لا بنتي مو هيك ام انتي مع كل هالمشاكل اللي عم تصير بينك وبين شرافان انا قصدي يعني بها الحالة بها الحالة رح تزيد المسؤوليات عليك يا بنتي اه؟ عمتي بصراحة اي شي بيني وبين شرافان بيضل شي خاص بقصد شخصي ام وفيني اتعامل معه لحالي ماني بحاجة لتدخل ومساعدة من اي حدا وكمان لا تخافي انا ما رح خلي هالقصة تزعجك ابدا بوعدك ام اميش ياملاي او رامناث لانه انا رح صير جهز قائمة بالاكلات على هالاساس اول واهم الشغلة يا بنتي ليش هيك عم تناديله رامناث لا بقت قوليله عمي هو ابو لزوجك ايه؟ لهيك صر لازم تناديله بابا ماشي بنتي؟ وتاني شي انا ما بداق على مواضيع الاكل والطبخ ايه؟ وبصراحة كل اللي بهمني يجهز الاكل بالوقت المناسب وما يتأخر ما تشغلي بالك ابدا عمتي لانه انا رح اهتم بكلشي من هلا كل واحد رح ياكل الاكل اللي بيحبه بس بطريقة بتناسب صحته لانه من هاللحظة ما رح نطبخ غير بهاد الزيت لانه بيقولوا انه هاد الزيت صحي كيف؟ تعارفي شو احسن شغله بهاد الزيت؟ هاد الزيت فيه كمية دسم قليلة والدهون فيه اقل وهيك منضل نشيطين كله لنهار يعني بعد فترة رح نصير عالة صحية ونشيطة وبكرة بتشوفي يا سلام لهيك لا تاكلهم انا هو برافو عليكي ه ه ه ه ه ه ه ه استاذ اطلع لهون لا تطلع لهنيك هذا المكتب ما بياخده غير المحظوظين تفضل يلا تفضل لا تاكل هم الغبرة أستاذ لما تحسن أمرك وتقرر تاخده وبنطفه وبسلمك ياه تاني يوم شو من شام حجم المكتب؟ كتير صغير صحيح كم واحد سيكون موجود معك إنت بس أنا لكن بيكفيك وزيادة طيب فكروا بخبرك لو سمحت أعطيني شوية معلومات ماشي سجل شرفان مالهوترا ابنه للأستاذ لمناثل مالهوترا هذا المحمي كتير كبير يا أستاذ أنت تجوزت عن جديد معه أنا آسف كتير يا أستاذ أنا كنت عمور جيك مكتب بحجم مطبخك بس أنت عطيني يومين زيادة أستاذ ورح لقيلك مكتب كتير حلو كبير ما في دعي لهالشي قلتلك أني رح أشتغل لحالي هلأ ليش المكان الكبير؟ صحيح سمعني منيح ما بدي حدا وخصوصا من أفراد العيلة ليعرف بها الموضوع أستاذ اللي بدأ كابي سنور الله في دعي رجاء شكرا أستاذ ليك أستاذ أنت بس عطيني يومين ورح لقيلك مكتب بيعجبك كتير لا تاكل هم قلتلك ما بدي إياه كبير أنا عم أشتغل لحالي كنت أخذت هات بس بس شو أستاذ؟ لقيلي مكتب شارع تاني ماشي؟ طيب لقيلك المكتب اللي بدك ياه والمكان اللي بدك ياه بس أستاذ بدي إيلك شغلي أستاذ هاي المنطقة كتير حلوة أنا بعرف العالم الموجودة هون عز المعرفة هالمنطقة مخدمة مستوصف من جهة ومول من جهة تانية كمان أطيب مطعم صغير مقابيلك بالضبط مطعم ريا هالحكي كله ما بيهمني ما بدي شوف اللي عم بيشتغلوا بهالمطعم مو معقول شي بيشهي تعرفي شو أهل فهمت القصة كلياتا شكرا إليك ما عزمتين على العرس مشان هيق قررت تطبخينك لها الأكلات الطيبة لحتى تعودها المناسبة الحلوة صح بنتي؟ أنا مبسوط فيك كتير ايه كل ياتا منعرف هالشي كتير حلو من زمان بعرف سومان طبخها شاطرة ما في شك أبدا إنه هي طبخها شاطرة بس هي كنة زكية كمان لأنه إجت على بيتنا لازم نكون كتير مبسوطين وين وشرافان؟ ما أجا؟ بصراحة ما بعرف ما أقول عروسة نصر ليوم متزوجة ما بتعرف وين زوجها؟ بعرف نسوان بيرقبوا رجالهم كيف ما تحركوا متل الرادرات بيضلوا شغالين بيقضوها وين راح زوجهم؟ وليش راح؟ وامتى جاية؟ لك شرافان تعال العشاء جاهز إيه بابا يلا بس لغسل طيب حاول ما تطول مش هلناكل سوا شهد هدور ايه استاذ؟ ليش غرفتي مكركبة؟ استاذ أنا أجيت لرطبة بس ومعن كانت هون ما خلتني أشتغل في الغرفة نهيك قالتلي روح وأنا رحت شو ما كان؟ لازم تشتغل شغلك بتنظف غرفتي كل يوم متل قبل وبس ما في شي تغير بعد هالزواج حاضر رتبة تبا حاضر انظر حاضر بس ليك بها دور بتنظف حمامي كل يوم وبدي ياك ترجع كل شي لمحله مثل ما كان قبل مفهوم؟ هذا الستاذ ماشي مدام مالهوترة هيك لكان من هلأ رح خليك تشوفي وتعرفي مين المسؤول عن هاي الغرفة أنا ولا أنت كان لازم تستعجل شوي من زمان عم يستنو كل يبلشو مو مشكلة بنتي ليكو اجا يلا تعال شرافان خلينا نبلش بالأكل لأنه ما عاد فيني اتحمل أكتر من هيك أبدا الريحة كتير طيبة ابني فيك تعتبر أنه الأكل اليوم عزيمة ومطبوخ بالبيت وحزير مين طبخه قلك أنا مين؟ طبخته كنتنا جديدة أوه بريتي طبخته؟ لا مو بريتي مرتك طبخت سومان بالنسبة لبريتي لسه بده وقت لتعرف تطبخ هيك سامو بدي أسألك انتي طبختي اليوم أكل على زوء كل واحد فينا شو الطبخة اللي عملتي يا مشان شرافان؟ هي طبخت للكل وعملت لكل واحد الأكل اللي بيحبها يعني مو معقول ما تطبخ لزوجها هاي؟ قولي لنا شو؟ ليش سكتتي؟ ما تبغطي له شي؟ يلا مو مشكلة في كتير أكل بسيطة القصة مو هيك لا عمتي مو هيك مو صحة الحكي أنا عملت طبخة طيبة كتير وخاصة لشرافان هلأ اللي أنا بعرفه أنه أنت بتحب العدسة كتير هو أكلتك المفضلة لهيك عملتلك أكلتك المفضلة وطبعاً متل ما أنت بتحبه تعلمتها الطبخة من أمك يعني العم نرمالة علمتني الطبخة ليك بارون؟ أعطيني يا تفضل هذا العدسة تبعك تفضل شكراً عمتي عفواني يا ابني أكلتي الخاصة سومان بدك تخلي مطعمك أحسن مطعم بها الأكل؟ يعني بالتوفيق بصراحة ما قدرت أكل من هلأكل مستغرب أنتو كيف عم تاكلوا ما بتكون تخجلوها بس أنا ما فيني جامل لأني زوجك ومن واجبي خبرك الحقيقة إذا بتكون صراحة عمتي بتخلي رامو يعملنا أكل أطياب على فكرة لما بيكون في نوايا غير التغذية هذا اللي رح يصير صح يا مدام؟ أه، خلص لا تعكلوا همي هلأ أنا بطلب شي شغلة أه، سومان بس يا ريت تتركي رامو يعمل لي الأكل ما بدي أبضيها جوعاً موسيقى 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 اشتركوا في القناة عمتي انا ماني جوان سكوت موسوما طبختون انا طبختون يعني لا تقلق بعرف انه لسه ما طلبت اكل يلا كله شوف حبيبي شي كتير طبيعي انه يصير شوي تخلافات بين زلم ومرتو بس هاد ما بيعني انه دقيق على كل التفاصيل صح؟ انتي بتعرفها لسومة من زمان دائما كانت لطيفة واليوم هي عملتلك هاد العدس من كل قلبة قلبة ها؟ هي بتعرف بتعرف انه انا بكره هالعدس كتير ومبطيقه هلا انتي تكرهه؟ ليش؟ لانه هاي الوصفة ان المدام يرمالها اهوجة هي طبخته لحده تزعجني وتستفزني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ايه يلا منيح لسه الدنيا الصبح وما بدي يوش شب اولي نهار بيضلي خانق بسبب وبدون سبب شرافان استعجل شوي بدي يفوت على الحمام طيب ما فيك ترد علي؟ ماشي اذا انت ما بتستحي على حالك شو شو فيني اعمل؟ ماشي انا رح فوت مسكت المسكة وراح افتح الباب انتبه رح فوت شو هالقراف العما شو عامل هاد شو طالع من الحرب يعني هاي الشغلات اللي تعلمها بلوندون بسيطة انا بوارجي لما يرجع حسابه بعدين بوشكار شو هاد؟ عم تشتغل على فطور؟ كل اكلك حاجتك شغل طيب ماشي بلا شغل خلينا بالرومانسية كل شكرا إليك شوف المربى ميحيك انت كيف بتحطي المربى بهالطريقة هاي؟ طيبة بس فيه شغل تاني أطيب عرفتين؟ انا رح جيب الشاي كنت سعول شابان عنجات يعني لازم ندق الجرسة بالما نفوت طيب وين لازم نحط طاولة الأكل؟ لا أخي مو هيك أنا آسف شبك بوشكار ليش لحتى تعتذر يعني؟ انتو لسا تكون عرسان وهالشي طبيعي أنا ما بغار أبدا لما شوفكم بتجننوا وأنا ما كنت غيران يعني سومو ليكي أنا وبريتي كنا هبلان انكشفنا بس انتو مو مثلنا كل حركاتكم تعملوها بالسر أنا باري أكيد انت اخد التفاصيل مننا هيرفيتك هلأ هيك يا بوشكار فوق ما وقفت بصفك عم تتمقلس علي كول ع الساكت ليكي سومو انت هلأ بتكوني مرت أخي وأنا اللي عرفتك على هالشاب اللي بياخد العقل صراحة انت لازم تظلي ممنونة إلي كل العمر آه أي شاب لحظة آه انت عن مين عم تحكي؟ عن أخي المعلم اجا من لندن كل بنات ديلهي ولندن كمان قتلوا حالهم عليه هو تركهم كلهم وتزوجك انتي عن جد محظوظة بس لحظة بوشكار أنا تشوشت شوي هلأ انت عم تحكي هالحكي عن أخوك؟ اي يعني انت أصداك هالأهبل اللي جنبي عم تحكي عنه؟ أكيد يعني هو مرافق كتير بنات أجنبيات وبنات من ديلهي كمان وعمل معهم الشغلات اللي بيحبوها الشباب هالشاب نسونجي ما؟ بس ليش عم تسألي هالأسئلة؟ بوشكار ضروري كتير تعمل فحص لعيونك وبقرب وقت لأنه ببساطة هاد الشاب قرفان من حياته لأنه حسب ما بعرف بحياته كله ما اطلعت فيه بنت وازا صاره اطلعت فالقصة ما بتتعدى المرحبة مشان هيك لا يخفي هالشغلة ويعمل حاله انه هو الشب النسونجي اخترع قصصه مغامرات من عقله تعرف شو؟ ما بعرف شو هي القصة اللي اخترع علي وخبرا لرفقاته صحش رافان؟ قلتلون قصة عني ما؟ خبروني ياهم بوشكار تعرف شو كان حلمش رافان؟ كان حلمش رافان أنه يعيش مع بنتين بنفس الوقت بس لسوق الحظ ما زبطت معه حتى مع بنت وحده لهيك شفقت عليه هو بيضل رفيق المقرن كل شي عملته كان مجرد شفاء سيد شاربا؟ أهلاً أستاذ ما توقعت أنك تحاكيني بهذا الوقت؟ تصلت فيك لا أسألك إذا جاهزت لي كل الشغل بدي هالمكتب بسرعة لا تتأخر عليه ماشي أستاذ كل شي تمام تعرف الكراج بعيد ما فينا نحلها القصة؟ هاي القصة عم بتدايق كل ديل هاي بس ولا يهمك رح لا إيلك حل ها 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 حلو شكراً آه المصاري تفضل يسلموا أيديك آه هون وقعلي وهي ألم هون لو سمحت تمام بكرة ببعط لك نسخة من نون مو مشكلة بدك شي تاني أستاذ؟ لا سلامتك سوماكت عم تطيري مو هيك؟ بتمنى تضبي جناحاتك وترجعي عبر برافو بس على فكرة أنا ما توقعت منك هالتصرف الشجاع يعني لحتى تثبت إنك موجود حضرتك قررت إنك تحط مكتبك قدام مطعم بريا مو مشكلة عالقليلي طلع شي منيح مني اللي حكيته يعني عالأقل قدرت حالك شوي لحتى أخدت قرار إنك تكمل لحالك عفوا سوماً بدك تعذريني مو أنت الأميرة اللي كنت عم مستنى منها الأوامر كنت عالقام فيكي وما كان فيه وقت وهلأ صار فيه ولقيت إنه صار لازم ركز على شغلي فلا تشوفي حالك وتعطي لحالك أهمية آه دقيقة شرافان أنت عم تحكي هالكلام مشاني أنا ولا عم تحاول إنك ترضي غرورك طبعاً لأنه إذا كان جوابك إيه أو لأ عم تعمل كل هالشي للتعلاني غلطانة صح؟ خليني يقلك شغلة ماني غلطانة إذا كنت مفكر الموضوع سهل فأنت غلطان مانو هيك وحضرتك رح تدهور إذا ضليت ماشي على طريق أبوك يا ريت ما تحكي شي من عندك تعينا ترك الأمور للوقت ماشي كتير ضروري يا شرافان أنه يكون في حدا عم يدايقك لأنه وقته بس رح تلاقي القوة لترجع تقاتل متل قبل وحبك لحالك هو رح يطلعك من تحت جناح أبوك مو بس هيك ورح يمشيك بطريق جديد ووقتها ما حدا رح يعطيك أفكار ممنيحة سلامان حبيبي ما سألتني عن الأكل تفضل هاد أكلك لك أنا بدي أقلك شغلة أنا اليوم فخورة فيك كتير قرارك كان بمحله برافو عليك أي قرار برافو عليك لأنك استقلت وفصلت شغلك عن شغل أبوك تعرف يا أبني هالقرار كبير بالنسبة لك يعني يمكن تتعذب كتير بأول طريق بس اللي بعرفه متأكدة منه أنه أنت قوي كتير وأكيد رح تنجح مين يخبرك ما بتعرف أنه قلب الأم هو اللي بيخبرها بكل شي عن ابنها ايه؟ وعفكرة ادايقت كتير لما سومان عملت هيك معك وهانتك قدام الكل بسراحة ابني أنا متوترة من وقتها وعم فكر كيب بدي بدي خلي الكل يعرف حقيقتها مرة من المرات حسيت أنه بدي يوقف وقول أنه ابني شرفان رح يحاوله ينجح ورح يقدر يسبب توجوده بها الحياة ورح يكمل طريقه عفكرة بلشت تحاول بدون ما أحكي ولا كلمة وحدة صحيح ابني بالنسبة لموضوع مكتب أبوك ما بدي إياك تهكل همه بوشكار هون هو بيقدر يديره ليك أنا منتأكدة بوشكار رح يعمل هالشغلة لأنه مصلحتك بتهمه ولأنه كرامتك أنت غالي كتير عنده وما بيقبل يشوف كرامتك بالأرض من شان هيك ضروري تحاول وتعمل كل جهدك لينجح شغلك وتصير شخص مهم وإنتي مو نعصاك شيء أبدا بس بدي إياك تحاول كتير ضروري إنه الزلم يشتغل منيح ويتعب ليصبت حاله قدام مرته بس أثبت لمرتك أنا ماني محتاج أثبت أي شيء لحده عمتي كل شيء عملته عملته لإلي مشان أكبر أكتر وأكتر وحسن حالي بعدين ميحي سومان لحد تحاول أثبت له ركزي على هي نقطة منيح عمتي سومان وطريق التفكير ما بيعنولي ولا شيء أبدا ولا شيء أبدا شرفان أنت اللي مهدت الطريق كله قدام ابني بوشكار وطبعا هذا الطريق له كل الحق أنه يكمل فيه بكرة أنت راح تظل ضاية وابني هو اللي راح ينجح ويكسب كل الموكلين مكتب مالوطرة يا لكل حبيبي أنا رايحة تصبح على خير موسيقى يعني معقول كل الشغلات اللي صارت كانت بالتخطيطك كلها سنين خلتيني ورا وخلتي حياتي كلها مشاكل وأنا ما كنت منتبه على أي شيء من هاد بس أخي أنا بكفي يا كاميني بكفي حاجة تقولي أخي وأبني وتخلقي علاقات مزيفة اليوم أعرفتك على حقيقتك بعرف أنك عملتي هيك ولعبتي هاللعبة منشان أملاكي ورصيدي بالبنك كنت عم تدمري حياته منشان ابنك لهيك ما كان بذكاء يرجع من لندن وهلأ أنت عم تحاولي أنك تدمري زواجه منشان ما يتهنى بحياته صح بس أنت غلطت كتير يا كاميني غلطت كتير أنت أزتيني بالماضي ووقت أنا سامحتك كاميني بس هلأ عم تحاولي أنك تأذي ابني أنت عم تحاولي تدمري حيات ابني بأي طريقة كاميني نسيتي شغلة مهمة نسيتي أنه أبوه هو راملاس مالهوترة اللي بيعرف يتعامل مع كل شي واللي مستحيل يخصار فهمي يا كاميني ابني رح يظل مبسوط زواجه رح ينجح وما رح يعيش وحيد مثلي رح يهتم بمسؤولياته وبشغلي وهو الوحيد اللي رح يكون رئيس شركة مالهوترة هو الوحيد وانت هلأ رح تشوفي كيف بدي دمر أحلامك الكبيرة أحلامك كلها اللي بنيتيها وخطة طيلة رح تدمرها كلها وهاد وعد مني ابني رح يكون مبسوط ورح تكوني خسرانة بالأخير ابني رح يطلع ربحان وانت الخسرانة عم تفهمي انا رح كون ضدك دك هذا البيت كله تحت امرتي وانتي انتي رح تصيري بره اذا ضليتي عم تعملي هاي التصرفات انا ما رح اقبل شوفك عم تخربي حياة ابني الوحيد استنى دقيقة يا استاذ رامناس انت عم تهددني مشان شو كل شي عملته ما بيطلع شي قدام اللي عملته حضرتك بالأول انتبه على سفينتك اللي عم تغرق لانك رح تغرق لحالك وانتي نفكر انك عم تغرقنا يعني لما انتي تكذب عشرافان بخصوص قصة امه وقتها بيكون المسؤول عن حرمان شرافان من حب امه حضرتك مو انا وهاي البنت اللي حبها او اللي بيحبها سومان تيواري ميني اللي ضل ورا حتى كرها طبعا حضرتك مو انا انا كل اللي عملته لحد اليوم عملته مشان ابني اللي بدي مصلحته بس انت انت كل شي عملته لهلأ كان بسبب غرورك وانا نيتك وشوفت حالك فكر شوي رامنا اذا شرافان عرف بهاي الحقيقة وعرف بالشغلات اللي عاملها فيك وقتة تقللي شو راح يصير اساز رامنا يعني بس فكر شوي قبل ما تحاول تعمل شي لانه صدقني انا بدي مصلحتك يا اخي ثانيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة